يبدي الشارع الإيراني اهتماما كبيرا للمناظرات الانتخابية التي انطلقت مساء الجمعة بين المترشحين الستة للانتخابات التي ستجرى في التاسع عشر من مايو حيث أعلن كل من المترشحين عن برامجهم الانتخابية التي شملت عودا نموذجية لإصلاح حال المواطني من خلال تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وبطالة الشباب وذلك لأسباب عديدة بحسب المحللين تعود بعضها إلى عدم ثقة الشارع بالمرشحين الحاليين كونهم جميعا دون استثناء خارج من تحت عباءة المرشد الأعلى هذه المناظرات هي في الأصل عبارة عن مصرحيات لنظام اعتاد الشعب عليها خلال مواسم الانتخابات والتي لا تسفر إلا عن خروج رموز نظام أنفسهم ممن رضي عنهم المرشد وسمح لهم أن يمارسوا دور الرئيس لسنوات معينة سبب آخر لعزوف الشارع الإيراني عن الاهتمام بهذه المناظرات هو تقنين النظام على مواقع التواصل التي تخضع إلى الرقابة المشددة تحسبا لتكرار أحداث عام 2009 عندما أشعلت مقاطع الفيديو للإحتجاجات الشعبية عقب الانتخابات التي أقصى النظام خلالها الإصلاحي مير حسين موسوي والتي تداولها الناشطون على مواقع التواصل رغم محاولات النظام إغلاق العديد منها بعض المرشحين يمكن أن تسمعهم يتكلمون عن الحريات وفسح المجال أمام ناشطين على المواقع للتفاعل مع الانتخابات لكنهم في نفس الوقت هم الذين قمعوا الشعب لسنوات طويلة والذي يدعو اليوم إلى إطلاق صراح الناشطين كان هو من يعتقلهم بالأمس ورغم محاولات الإعلام الإيراني الترويج لأهمية تلك المناظرات وإعطائها حجما أكبر وتسويقها للشارع الإيراني على أنها تمهد لولادة أهد جديد في إيران يتمتع خلاله الشعب بالرخاء والحريات والديمقراطية غير أن ناشطين على المواقع وعلى الجدران أطلقوا حملة واسعة بدت نبرتها تتصاعد باسم لا للمخادع ولا للجلاد صوتي هو إسقاط النظام في إشارة إلى المرشحين روحاني ورئيسي وربما هذا يلخص كل المشهد ترجمة نانسي قنقر